صلاح من العراق وعليك السلام مرحبا يا صلاح يا مرحبا قل لي يا صلاح شو سؤال عن الحب الحل 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 ده بتحب بحب ومو بلدي ببلد ثاني حب التغريب هذا أصعب نوع الحب هذا وأنا بدي أرواح أجيبها من أردن إلى العراق بس هلها بيخافوا تحب أردنية؟ اي غارنا ترى مو أحب أشقها 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 لا بعد يزود العيارة أشقها أحب أردنية أنا براويك اسمع كم عمرك؟ مرحبا كم عمرك؟ أنا أمو 19 سنة وهي كم عمرها؟ أمو 35 لماذا تصير تخطبها؟ أنا يعني قلت لها بخطبت قوي بس هلها خائفين استيجي على العراق زين اتزوجها وسكن في الأردن؟ بس هلها شغلي وعملي في العراق بس هم هلها بيسمعوك يعني أنا بدي مساعدتك معا يعني تريد أتصل فهلها؟ وإذا أخذت البنت أنا ترى أنت تدري غارة بنات الأردن خط حمر إيه تأخذها وتضربها هناك قل واسيم أنت شفعت لها ما ماكو حد بيضب بشكل لا الحم بطلقوا بطلقوا مش بسيطوا بطلقوا أخلي على الله زين أنت تريد أكلم أهلا؟ أنا بكلم أهلا بيسمعوك أنا بكلم أهلا بشفع لك بس أول شي لازم أضمن البنت تسير بيتها عزيزة كريمة لا تهان هي بغربة البنت في الغربة مصيبة ترى مشكلة إذا أهينت لا قدر الله أهينت ضربتها وين تسير في العراق؟ ما عندها حد في العراق في الأردن لو زعلت تذهب عند أمها عند خالدتها عند عمتها عند أخوها عند أخيها عفوا عند إذا عرفت فإذا أنت تضمن العيش الكريم ومحترم أني حل فظل في الأردن شهرين ولا ثلاثة شو تست درايف يظل شهرين تست إحنا نختبر وبعدين برجع على بلدي زين أنت الحين ليش مكلمني يقول لي بصراحة يعني أخمع أهلي على هوا ما يصير الأهل لهم وجد نظر يا شيخ أنا أنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاءكم ترضون دينه وخلقه زوجه صح لكن يوجد أمور اجتماعية فوق الدين والخلق أنت دينك زين وخلقك زين لكن بعد البنت يكسر الأب يعني لا قدر الله أخذت فأهنتها في دولتك والعراقيين ما يسوونها أبدا جزاهم الله خير شعب فيه المرجلة ما يسويها لكن الأب يبقى خائف يضع هذا الاحتمال فأنت أضمن لهم العيش الكريم لابنتهم واضمن لهم ماتينها ولا تجمع عليها غربة ومذلة وأنا متأكد بوافقه إذا هي تريد أنا بدي شغلة منك شيخ ولو يتول عليك أنا بدي حل شو الحل لطوليا ولا أعمل إن شاء الله يعطوك إياها إذا تستهل إن شاء الله يعطوك إياها أحمد الله أعديك يا شيخ وطولنا بأمرك والله أنا بالعراقيين كلها بتحبك من هو يحب العراق أقسم بله أني أعشق العراق أحب دولتين عقل بالعراق يعني أنا ما بنام إلا ما بسمعك مو إشان أنا أكلمتك إشان وحدة ولا بدي ولا لي لا الحين الأمة العربية سمعتك الله يزوجك إياها قول آمين آمين يا رب إن شاء الله يا أخي نعمان 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 أنت تحب آه شو هذا يعني ما أشر قلبه مطار نعمان قال نعمان دجاجة يحبها لو مربي دجاجة تحبه منت ها قطوة تحبها آه الله الله يرزقنا يا نعمان شكراً لكم